سلام عليكم انا فرحانة من قلبي وقلبي كده من شرح لان ضيف اللي موجود معيه دلوقتي انا من جمهوره انا بحترم قوي الحقيقيين بحترم الشطار اللي موهبتهم طاغية وفي نفس الوقت متوضعين جدا جدا وهم نفسهم مش حاسين بقيمتهم الكبيرة العالية ببقى فرحانة بوجوده في اي عمل فني وتمنيت كتير جدا اقول يا رب التقي بي لان لما تقف قدام الكبار بتجبر انسان خلوق الناس كلها بتحبه زميله في الوسط كله بيحترمه جدا جدا ما عندوش في حياته وهو جوه اللوكيشن غير شغله غير اهتمامه بتفاصيل شخصيته انسان يشرف المكان اللي هو فيه ويشرف العمل اللي هو فيه ويكبر ويدي ايمة للشغل اللي هو بيشتغله انا مشرفني دلوقتي اخويا المحترم الراقي المبدع الاستاذ احمد منير ازاك يا احمد والله انت اللي جميلة والله يكريمك والان اللي شرف ليا ان انا موجود معاك والشرف ليا ان انا اشتغلت معاك ربنا يسعد قلبك وحياتك يعني انا عملت معاك المسالسل اللي هو من غير معاد بتاع استاذ عادل قض اه يا اه اشرف عبائي ايوه ايوه كنت سعيد جدا الله يسعد شوفي احنا كام سنة ده الكلام ده قديم قوي بس انا كنت سعيد جدا بالشغل معاك الله يسعد قلبك ومبسوط جدا ان انا معاك والله يا احمد والله يشرق مقدارك يا حبيبي ويكرمك وانا على فكرة ما بعرفش مين الضيوف غير وانا بقرأ الاسكريبت فما قريت انا فرحت زي ما قلت انا بنشارح كده وحسي ان الدنيا بخير اقولك على حاجة انا بتفرج على البرنامج بتاعك على طول الله يكرمك بتابع حلقات كتير قوي ليك الله يكرمك ولو ما بشوفهاش في القناة بتفرج عليها عن نت الله يكرمك يا حبيبي اول ما القادة تكلمني وقالولي برنامج ناشوة انا جاي انا جاي مش مستني تحددوك المعادل اللي تحددوه انا هاجي فيه الله يكرمك ده من اخلاقك العالية ربنا يخليك من امتك المحترمة والتواضع انت شخص خلوق والله انت اللي تستعلي كل خير والله يكرمك الناس هفتكر ان احنا بنجامل بس انا فعلا الناس عارفة انا والناس بتحسة اصلا الكلام اللي بقوله ده الناس هتشوفه فيك وحتشوف ده من خلال الناس زكاية جدا ومن خلال الشغل هم بيقدروا يحددو ملامح الشخصية بالصدر اكيد اكيد